هناك وسائل نعم لمحاكمة هذا وأمثاله في هذه الحكومة الصهيونية بل وحتى الحكومات البكرية الأعرابية إحنا نستطيع الآن إحنا نقدر نحاكم نظام عبد الفتاح السيسي نقدر نحاكم ونقدر نحاكم نظام محمد الخامس أو السادس ونقدر نحاكم كل حكومة تحرم طائفة فئة من شعبها وهم شيعة أهل البيت عليهم السلام من أن يمارسوا عقيدتهم وشعائرهم ويعبدوا الله عز وجل طبقا لدينهم وفقههم هذه حقوق متوافق عليها كل هذه الدول موقع عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية لكلها موجودة لدى الأمم المتحدة هذه مواثيق أممية هذا يسمى القانون الدولي هذا الحرمان لمن عددهم خمسة ملايين شيعي يعيشون في مصر بحسب تقديرات رئيس مركز حقوق الإنسان شون اسمها سعد الدين يمكن إبراهيم نسيت اسمه توفي قبل فترة هو تصريح بالصوت والصورة طلع قال كانوا يقدرون عدد الشيعة في مصر يعني المتشيعين أكثر ومتشيعون في الحقيقة بمليونين إحنا نقول لا خمس ملايين بل نقول أكثر من هذا العدد وهذا الكلام تصريح ترصار عليه مضى عليه ربما 12 سنة هكذا أكثر شيوخ الوهابية أنفسهم يصيحون على منابرهم هناك في مصر يقولون قرى بأكملها تشيعت في الصعيد وغيره صيحون موجودة هاي تصريحون بصوت وصوت وصوت ثيران هائجة على المنبر بالنتيجة حتى لو عشرة أشخاص مواطنون مصريون أم لا بحسب الدستور بحسب القانون بحسب المواثيق الدولية بحسب حقوق الإنسان لهم الحق في أن يمارسوا دينهم وعباداتهم أم ليس لهم الحق لهم الحق فكيف يحرمون من ذلك إذن لابد من محاكمة نظام عبد الفتاح السيسي والأنظمة العربية الأخرى التي تحرم الشيعة من تشيد مساجدهم محاكمتها لدى المحاكمة الدولية عرفتوا؟ نحاكمهم نروح لهاي نحاكمهم نرفع عليهم قضية بس القضية في لهاي شقد راح تكلف؟ الملايين تكلف هل الشيعة يستوعبون مشاريع من هذا القبيل إذا ما طرحناها نحن هنا في الاتحاد؟ أنا أدري أنه لما أعلن عن حملة حملة تبرعات مليونية لمسجد كهذا الناس تتبرع ولفيلم كذاك الناس تتبرع أشياء الناس تفهمها بس قضايا أخرى تتعلق بمقارعة الأنظمة وبالقانون الدولي نتكلم ومحامين وتشكيل لوبيات ضغط والدخول بعمق في مراكز صنع القرار العالمي حتى نحرر الإنسان الشيعي وهذه الأمة المظلومة وتنطلق إلى الأمام هذا عند معظم الناس ما يفهمونه لأنه ما يدري شنو هو المشروع ما يستوعبه مع الأسف الشديد مثل ما الآن لما طرحنا مشروع الوطن دون أن نفتح باب التبرعات أصلاً كثير من الناس ما فهموا ما فهموا وعندهم هذا ضرب من ضروب الخيال أنا شنو أسوي إذا مع الأسف ابتليت بأمة جاهلة أمة إدراكها متدني ضعيف أقصى ما يحلم به الشيعي يسوي له موكب في مكان ما هذا أقصى شيء هذا أرفع سقف عنده ما يستوعب فكرة أننا أصحاب منهج تحرير الإنسان الشيعي الذي يقول مو الآن قبل خمسطاعش ستاعش سنة نحن نقاللين هذا الكلام يقول باستجماع القوة لتحقيق الهيمنة الحضارية الشيعية على العالم هيمنة نتكلم سيادة حضارية شيعية على العالم العالم نصبغه باللون الشيعي هذا يستوعبونه والله حتى قيادات شيعية ما تستوعب ما تستوعب هذا الكلام عندهم دائما أننا نتكلم في المحال وفي الخيال مع أنه يفترض أن يتعظوا مهم شاهدوا طوال هذه السنوات وهذه المسيرة كيف أن الخيال والمحال الذي كان قبل سنوات ها هو واقع ملموس اليوم بحمد الله تعالى وبرعاية الحجة بن الحسن عليهم الصلاة والسلام كونوا معنا دعونا نضع أيدينا بأيدي بعضنا بعضا حتى نحرر أنفسنا حتى ننطلق معاكم استيعاب نرجو إن شاء الله أن يكون هناك ثلة من المؤمنين يوفرون علينا هذا العناء إحنا ناس نشتغل بس بحاجة بالفعل بحاجة إلى ميزانيات هائلة حتى نحقق هذه الأشياء نحن قادرون على أن نخضع السيسي ونخضع محمد السادس ونخضع هذا رئيس الجزائر شون اسمه تابون وقيس سعيد وكل الحكام الذين يضطهدون شيعة أهل البيت عليهم السلام في بلدانهم ولا يوفرون لهم الحرية المكفولة لهم دستوريا وقانونيا وبحسب المواثيق الدولية نحن بإمكاننا أن نركعهم جميعا ونخضعهم جميعا بس وفروا في يدنا ما توفر لليهود مو اليهود شون أخضعوا كل هؤلاء الحكام شون قدروا عليهم شون اشتغلوا تيودور هرزل اشتغلوا كيف جمع أثرياء اليهود وراحوا وضعوا تحت تصرفه الملايين الطائلة حتى اشترى دولة هو الدولة كاملة اشترى هي فلسطين كلها اشتروها شون بدأوا هم في فلسطين شروا أراضي شروا أراضي شروا أراضي وبالفعل ينفقون بسخاء ينفقون على الحكام الان من احدى المشاريع المطروحة عندهم احد المشاريع انه يصفرون ديون مصر هذه المليارات مقابل ان تقبل بترحيل اهل غزة الى سيناء والاختلاف الآن ترى بينهم على السعر ترى بس التفاوض كله على هذا يعني وإلا هذا السيسي كل شيء زوي يبيع اللي اكوه ومو باع جزيرتين لآل سعود باعهما هكذا اليهود يعرفون كيف يعملون مع انه كم عددهم بالقياس لنا ماكو قياس ما هي الامكانيات المتوفرة لهم بالقياس للامكانيات المتوفرة عندنا نحن ايضا ماكو قياس احنا يكفينا العراق بس هذا العراق شوفوا هذا العراق كنز الكنوز بس اذا يوجه في صالح رسالة اهل البيت عليهم الصلاة والسلام في صالح اعزاز الامة الشيعية والنهوض بها من يستوعب لذلك نحن مضطرون ان ننشأ جيلا جديدا نظيف عاقل فاهم ذكي مدرك عندك برياء وعزة عزة المؤمن عنده سقف تطلعات عالي جدا ما معقد مثل هاي الاجال التي مضت التي عقدتها الاحزاب والكيانات الشيعية البائسة ربتكم على الجبل على الخضوع على الركوع على القبول بالفتات بما هو موجود تمام على المسكنة على ان تبقوا بؤساء مساكين هذه حياتكم ولذلك تلاحظوا نحن الصوت الشيعي تقريبا الوحيد اللي يبدو نشازا عن المحيط الشيعي كلي مفروض الشيعي بس هكذا يمشي يعني مطاطئ الرأس يعني موسيقى 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 موسيقى